السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم مع وصفة جديدة من وصفات أمون النهاردة هنعمل مع بعض البوريك بحشوة حدقة وهنعمل كمان البغاشة اللي اتنين هنعملهم بعجينة واحدة يعني هنعمل حلو وحادق بنفس العجين هنحتاج كيلو من الدقيق متعدد من استخدامات بنحتاج معلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة كبيرة من السكر الحبيبات بنقلبهم مع بعض بعد كده بنضيف نص كوباية من الزيت النباتي وبنقلب الزيت مع دقيق كويس قوي قوي وبنضيف له كمان معلقة صغيرة من البيكين باودر ده بيخلي العجينة هشة أكتر بنضيف بعد كده نص لتر من المية الدفية بالتدريق ممكن كيلو دقيق ياخد نص لتر كله وممكن يحتاج شوية كمان أو ياخد أقل شوية بنحط كمان معلقة صغيرة من الملح الملح مهم جدا لأنه بينشط الجلوتين وبيساعد على أن العجينة تبقى مططة زي ما انتو شايفين العجينة تلمت معايا وبقت ممتازة بس محتاجة لسه بتتقطع أهيه محتاجة نعجنها كمان شوية حوالي عشر دقايق ممكن تنجنوها يدوي أو بالعجان بنكشف عليها كده كل شوية لو لقناها لسه بتتقطع يبقى محتاجة كمان شوية عجل خلاص كده العجينة بتاعتنا جهزت بقت نعمة خالص ومططة ممكن نعجنها كمان دقيقة وبنحط لها معلقة كبيرة من الخل خل أبيض أو خل تفاح ده بيساعد حلق أن العجينة تبقى طرية ونعمل بنغطي العجينة بتاعتنا وبنسيبها ترتاح في مكان ده في المدة ساعتين وكل ما هنسيبها ترتاح أكتر كل ما هتخمر أكتر وتبقى ملمسها أفضل في الوقت ده بنجهز الحشوة دي فراخ بواقي فراخ من يوم اللي قبله بقطعها مكعبات وبطاطس بقطعها مكعبات صغيرة وطماطم وبصل وتمية وفلفل حام في طاصة النار بحط شوية زيت قليلين وبنزل عليهم البصل بقلب البصل مع الزيت لحد ما لونه يبقى شبه جفاف وبتبقى ريحة البصل بتطلع بعد كده بنزل الفلفل ده فلفل رومي على فلفل حامي بقلبه شوية بعد كده بنزل البطاطس وبقلبه لحد ما يستوي لما البطاطس بيستوي بنزل عليه الفراخ بنحط معلقة كبيرة من دبس الرومان ومعلقة كبيرة من خل التفاح أو الخل العادي بحط بعد كده الطماطم المقطع الحشوة دي على فكرة ممكن نستبدل الفراخ بسجق أو بلحمة مفرومة أو بجبنة أو مشروم بنحط التوابل عبارة عن فلفل اسود وكركم وملح وسنة شطة بنحط بعد كده حوالي كباية من الجبنة الموزاريلا وبنقلبها مع الخليط بعد ما بنطفي النار بنحط معلقة كبيرة من التومية بعد مرت ساعتين العجينة عندي جهزة بقطعها حطة صغيرة بدهن سطح العمل بالزيت وبدهن العجينة نفسها كمان بعد ما بقسمها لكور بشكلها على شكل أقراص وبدهنها بالزيت بفردها كويس على شكل دايرة كبيرة بستخدم بولة أو طبق أو أي حاجة مدورة عشان أعمل بيها لشكل دايرة أنا عاملة هنا دايرة كبيرة لإني بعمل وحدات أو من البوريك تخدمها في وجبة أساسية بنعمل وحدة تانية بنفس الطريقة لو أنتوا عاملينها عشان تبقى سناك يبقى هتصغروا حجم الفطاي الحجم ده اختياري بنحط كمية كويسة من الحشوة جوه البوريك وبنقفلها كويس ممكن بالرولر المشارشر أو بشوكة أو بقدينا بندهنها بعد كده بصفار بيضة عليه معلقة صغيرة من الخل وبندخلها الفرن على درجة مية وتمانين مئوية بتقعد تقريبا ساعة لربع لخمسين دقيقة ما تنسوش ترشوا على وشها سمسم أو حبة البركة حسب الرغبة أو ممكن نسيبوها من غير ما ترشوا عليها حتى ممكن بدل ما ندخلها الفرن نحمرها على النار هنقليها في الزيت يبقى جزء من الفطاير هخليه بقى دسم هقليه في الزيت اللي بيتقلي في الزيت بيبقى هش وجميل جدا بس ما تنسوش ترققوا العجينة وانتوا بتفردوها بالنشابة بنقليها لحد ما يبقى لونها ده بيغامق كده زي ما انتوا شايفين وبنتلاها على ورق مطبخ أو بنحطها في مصفة عشان تصفي بواقي الزيت بنقلي باقي الكمية اللي هنقليها انا عملت تقريبا نص الفطاير مقلية والنص التاني دخلته الفرن المقلية زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا ومقرمشة وهشة وتعموها حلو قوي وريحتها تجنم دي الفطاير اللي كانت في الفرن بعد ما اخدت خمسين دقيقة في الفرن على درجة مية وتمانين بقى لونها جميل جدا وريحتها حلوة قوي قوي بعد ما هلصت البوريك فضل مني عجين البواقي اللي كانت بتطلع بعد ما بقطع البوريك العجين اللي فضل ده باخده بشكله على شكل قرص أنا طالع عندي قرصين بالحجم ده هفرده على دقيق بحاول افرده ويبقى رؤيق على قد مقدر بعد كده بقطعه على شكل مربعات او مسلسات زي ما تحبه بارسطه في حاجة وبعدين هكمل القرص التاني بفرده برده واقطعه بالورب كده عشان يدي شكل سامبوكسات بعد كده هنقليه في زيت سخن زي ما انتو شايفين بحطها بعد شوية بلاقيها بتنفش على طول ما بتاخدش وقت ابدا شايفين نفشت ازاي بقلبها وبطلعها بعد ما بتاخد اللون الدهبي اللي انا عايزايا بكمل باقي الكمية خلاص كده كلها باقي لونها دهبي بطلعها في مصفى او على ورق مطبخ منذين مطبخ بعد كده برش عليها سكر بودرة او ممكن ارش عليها عسل نحل او شرباط زي بتاع القطايف والكنافة حشة جدا ولذيذة جدا وغير مكلفة بالمرة وعملتها من بواقي العجين لو عجبتكم وصفة النهاردة ما تنسوش تعملوا شير للفيديو ولايك اللايك دي مهمة جدا بالنسبة لي ومش هتاخد وقت ثانية واحدة تدوسوا على لايك ما تنسوش تشتركوا في قناتي لو كنتوا مشتركتوش فيها وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل الوصفات الجديدة اللي بعملها واشوفكم في وصفة جديدة باي اشتركوا في القناة